اشتركوا في القناة المهم في الاخر ان الاستاذ الفاضل ده سلفني المعدات دي كلها لمدة اسبوع وطلب مني اني اعمل عليهم مراجعة وفي الاخر اشرح له ازاي يقدر يحصل على اعلى جودة فيديو من الكاميرا وبصراحة كنت بفكر الم الدنيا دي كلها في فيديو واحد لكن حسيت اني هتطر اختصر تفاصيل كتير مهمة وبرضو في الاخر الفيديو هيتلع طويل واغلب الناس مش هتصبر تشوف الفيديو للاخر عشان كده قرر تقسم الدنيا على ثلاث فيديوهات علشان كل فيديو يكون مفيد ومليان معلومات وفي نفس الوقت ما يكونش طويل قوي وممين الفيديو الاول اللي بتتفرج عليه دلوقتي هنبدأ فيه بانبوكسنج سريع للكاميرا سوني زي في اي 10 وبعدين هنتكلم شوية عن تاريخ كاميرات سوني بشكل عام ومكان الكاميرا السوني زي في اي 10 في وسطهم واهم الفروقات ما بينهم وبعدين هنتكلم بالتفصيل على البلد كواليتي وديزاين البادي واهم مواصفات الكاميرا في تصوير الفوتو والفيديو مع عرض بعض النتائج اللي ممكن تحصل عليها من الكاميرا في الفيديو التاني هنتكلم عن العدسات اللي ممكن تستخدمها مع الكاميرا السوني زي في اي 10 والفرق ما بين العدسة الكيت لانز ال 1650 وعدسة احترافية زي السوني FE 20 ميلي F1.8G هنتكلم عن البلد كواليتي بتاعتها واهم مواصفاتها ونحاول نبين ليه الواحد ممكن يصرف كتير على عدسة احترافية في مقابل مجرد استخدام الكيت لانز بعد كده هنتكلم عن افضل استخدام لكل عدسة منهم وهنختم الفيديو بالكلام عن استخدام الكاميرا سوني زي في اي 10 في تصوير الفيديو في ستوديو يوتيوب منزلي وازاي تقدر تحصل على اعلى جودة فيديو ممكنة من الكاميرا في الفيديو التالت والاخير هنتكلم شوية عن الفلوجينج وهنبدأ بانباكسنج للشوتين جريب ونتكلم عن تجربة استخدامها مع الكاميرا سوني زي في اي 10 وهعرض لكم افضل اعدادات علشان الكاميرا تكون مناسبة للفلوجينج وفي الاخر خالص هنتناقش ونعرف مع بعض افضل استخدام للكاميرا سوني زي في اي 10 هل هتكون في الفلوجينج ولا في ستوديو يوتيوب منزلي طبعا انا عارف ان المقدمة دي الوحدة هتعتبر طويلة ومملة لكن اعتبر نفسك بتسمع كورس مكثف عن صناعة المحتوى المرقي سواء لو هتصنع فيديوهات في ستوديو يوتيوب منزلي او عايز تصور فلوجات في اماكن خارجية ومحور الموضوع كله هيكون الكاميرا السوني زي في اي 10 وازاي تقدر تستفيد منها باقصى ما يمكن في صناعة المحتوى المرقي عشان كده هختم المقدمة الطويلة دي بالقاتي لو انت منتظر فيديو في السريع شقلب وقلب يبقى انت في القناة الغلط وفي المقابل لو انت شخص بتحب صناعة المحتوى المرقي وعايز تدوس في التفاصيل وتتعلم حاجة جديدة يبقى انت في المكان الصح والمفروض تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان تقدر تتابع كل فيديوهاتنا الجديدة وكالعادة حابب انبه في الاول على انك هتلاقي تحت في وصف الفيديو لينكات لفيديوهات تانية مفيدة جدا اتكلمنا فيها عن الكاميرات والعدسات وتصوير الفيديو بشكل عام فلو انت لسه مبتدق في الموضوع باذن الله هتلاقي الفيديوهات دي مفيدة جدا بالنسبة نبدأ على بركة الله في محتوى الفيديو الاول وندخل على طول في الانبوكسي الكاميرا السوني ZV-E10 بتيجي مع الكيت لانز 16-50 وزي ما انتوا شايفين العلبة من اصغر ما يكون فيه اشارة الى ان الكاميرا والعدسة حجمهم صغير ووزنهم خفيف لكن في نفس الوقت العلبة ما فيهاش حاجات كتيرة هنلاقي في العلبة حزام الكاميرا مكتوب عليه السوني هنلاقي كمان كابل USB قصير شوية طرف منه C والطرف التاني A وده المفروض تستخدمه في شحن الكاميرا وكمان توصيل الكاميرا بالكمبيوتر لكنه هيكون قصير شوية في الموضوع بها وكالعادة السوني مش بتضيف شاحن خارجي للبطارية مع الكاميرا وبالتالي هتلاقي شاحن USB عادي جدا عشان تشحن البطارية وهي جوه الكاميرا عن طريق منفذ USB-C مع استخدام كابل USB القصير وطبعا سوني بتعوضك في كل انواع الفياش اللي ممكن تستخدمها في حياتك هنلاقي كمان في العلبة Dead Cat بتركب في مكان تركيب الفلاش الخارجي عشان تغطي فتحة المايك الداخلي وده بيساعد في منع صوت الهوى أثناء التصوير الخارجي وطبعا هنلاقي في العلبة بطارية الكاميرا والبطارية من نوع أو فئة W حجمها 1020 ميلي أمبير بعد كده هنلاقي الكاميرا نفسها سوني ZV-E10 والعدسة الكيت لانز 1650 ركبة على العدسة من الأول طبعا بما إن العدسة ركبة أصلا على الكاميرا ده معناه إن سوني وفرت حتيتين بلاستيك واحدة عبارة عن غطل السنسور عشان تقدر تحتفظ بالكاميرا من غير عدسة والتانية عبارة عن غطل ظهر الكيت لانز عشان تقدر تحتفظ بالعدسة الوحدة قبل ما نتكلم في تفاصيل عن الكاميرا نفسها عايز أتكلم شوية الأول عن سبب اختيار الكاميرا السوني ZV-E10 تحديدا وهبدأ الأول بملخص سريع لتاريخ كاميرات سوني ومكان الكاميرا السوني ZV-E10 في وسط كاميرات سوني مش عايز أبعد كتير عن موضوع الفيديو بس حابي بوضح معلومة مهمة لإني بلاحظ إن في ناس كتير معندهاش ثقة في كاميرات سوني بشكل عام لازم تعرف إن كاميرات سوني تطورت بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة والمنافسة شرسة جدا ما بين سوني وكانون في نسبة الاستحواذ على سوق الكاميرات وطبعا معروف إن كانون هي رقم واحد حتى الآن لكن سوني قادمة وبقوة لازم تعرف كمان إن الكاميرا سوني A7-3 تعتبر كاميرا فارقة في تاريخ سوني وحابي بقولك نصيحة مهمة جدا اوعى تشتري كاميرا سوني أقدم من الـ A7-3 لو ناوي تشتري كاميرا سوني خصوصا لتصوير الفيديو اختياراتك لازم تبدأ من أول الـ A7-3 اللي أصدرتها السوني في عام 2018 والكلام ده لسببين رئيسيين السبب الأول هو إن سوني حلت مشكلة السخونية بشكل كبير جدا من أول الـ A7-3 وغالبا الكاميرات الأقدم من الـ A7-3 هتسخن منك أثناء تصوير الفيديو لفترات طويلة أما الكاميرات اللي جات بعد الـ A7-3 فنادرا ما بتسخن أثناء تصوير الفيديو لفترات طويلة لازم برضو تبقى فاهم إن كاميرات سوني كانت بتسخن بسبب إنها بتقدم لك جودة عالية جدا في تصوير الفيديو كاميرات سوني كانت بتقدم تصوير فيديو 4K oversampled من 6K وبقى المنافسين كان أخرهم تصوير فيديو Full HD من غير التفاصيل عن الجودة وطبعا كل ما تصور فيديو بجودة أعلى الوقت أطول فرصة إن الكاميرا تسخن منك بتزيد يعني التصوير Full HD بسرعة 24 فريم في الثانية غير التصوير Full HD بسرعة 120 فريم في الثانية غير التصوير 4K بسرعة 30 فريم في الثانية أو هكذا على كل حال عشان تضمن إن كاميرتك السوني ما تسخنش منك اتأكد إن شاشة الكاميرا بعيدة عن البادي يعني ما تصورش فيديو والشاشة مقفولة أو ملزوقة في ظهر الكاميرا تاني حاجة ممكن تعملها هي إنك تدخل على إعدادات التحذير من السخنية وتغيرها من عادي لعالي أو هاي وده بيخلي إشارة التحذير من إن الكاميرا سخنت ما تظهرش غير لو الكاميرا فعلا حرارتها زادت بشكل خطير مش مجرد سخونة بسيطة وخلاص السبب التاني اللي بيخليك واثق في كاميرات سوني من أول للـ A7-3 وانت طالع هو إن التكنولوجيا الموجودة في كاميرات سوني اتطورت بشكل كبير جدا خصوصا في مجال الأوتوفوكس واللي اتطورت بشكل مذهل من أول الـ A7-3 فلو أنت صنع محتوى مرقي خصوصا لو بتصور نفسك بنفسك زي حالاتي فأنت أكيد محتاج أوتوفوكس تقدر تعتمد عليه والأوتوفوكس بتاع السوني في كاميراتها الجديدة من أحسن ما يكون نيجي بقى لمكان الكاميرا سوني ZV-E10 في وسط كاميرات سوني التانية الكاميرا سوني ZV-E10 من عيلة كاميرات ZV الجديدة من سوني العيلة دي بدأت بالكاميرا سوني ZV-1 والمفروض إن عيلة الكاميرات دي معمولة مخصوص لليوتيوبرز والفلوجرز أو صناع المحتوى المرقي بشكل عام بعد ZV-1 سوني أصدرت ZV-E10 واللي تعتبر فئة أعلى من ZV-1 ومن قريب سوني أصدرت ZV-E10 واللي تعتبر فئة أقل من ZV-E10 لو بتقارن بين ZV-E10 لازم تعرف إن فيه فرقين رئيسيين بين الكاميرتين أولا حجم السنسور في ZV-E10 أكبر وده معناه جودة أعلى وأداء أفضل في ظروف الإضاءة الضعيفة ثانيا العدسة في ZV-E10 ثابتة مش بتتغير أما ZV-E10 فبتستخدم E-Mount وده معناه إنك تقدر تختار من تشكيلة عدسات واسعة جدا وده هيفتح لك الباب لتحسين جودة الفيديو بتحسين جودة العدسة بالإضافة لعيلة كاميرات ZV-E10 سوني عندها سلسلة كاميرات الألفة المشهورة جدا والكاميرا سوني ZV-E10 تشبه جدا الكاميرا سوني A6400 سواء من ناحية ديزاين البادي أو الفئة السعرية لو بتقارن بين ZV-E10 والA6400 قرارك لازم يكون على أساس طبيعة شغلك لو شغلك تصوير فيديو أكتر خليك في ZV-E10 ولو شغلك تصوير فوتو أكتر خليك في A6400 الكاميرا سوني A6400 بتتفوق على ZV-E10 في البلد كواليتي بشكل عام ووجود Electronic Viewfinder وبصراحة وبالنسبة لي على أقل السبب الوحيد لاختيار A6400 على ZV-E10 هي إنك مش قادر تستغنى عن وجود Electronic Viewfinder غير كده أنا شخصيا بفضل ZV-E10 على A6400 لإن ديزاين الشاشة أفضل خصوصا لتصوير الفيديو ومميزات وجود منفذ USB-C كتيرة جدا بعكس منفذ المايكرو USB اللي بوجود في A6400 وبشكل عام السوفتوير اللي على ZV-E10 أحدث وأفضل من A6400 خصوصا في تصوير الفيديو لازم تاخد بالك إننا بنتكلم عن كاميرا Crop Sensor من الفئة المتوسطة سعر ZV-E10 حاليا حوالي 800 دولار يعني في الحتة اللي مابقين الخمسمية والألف دولار ودي فئة فيها منافسة جديدة جدا واختيارات كتير جدا سواء من Sony نفسها أو حتى من Canon وكمان من Nikon وأيا كان اختيارك أهم حاجة إنك تختار كاميرا من فئة حديثة تاريخ إصدارها يكون من 2018 وإنت طالع على الأقل لأن الكاميرات الجديدة في الفئة السعرية دي بتقدم أداء ممتاز جدا سواء في تصوير الفوتو أو الفيديو وللعلم الـ ZV-E10 من إصدار سنة 2021 ندخل بقى في الكلام عن تفاصيل الكاميرا السوني ZV-E10 وهنبدأ الأول بالتعرف على البلد كواليتي وديزاين البلد بخصوص البلد كواليتي لو قرنت الـ ZV-E10 بالـ A6-400 زي ما قلنا قبل كده التفوق أكيد هيكون للـ A6-400 الـ ZV-E10 مصنوعة بالكامل تقريبا من البلاستيك في معادة ماونت العدسة المصنوع من المعدة ممكن حد يقول إن دي حركة مقصودة أصلا من سوني عشان تخفف من وزن الكاميرا خصوصا إنها المفروض موجهة للفلوجرز طبعا لو أنت فلوجر وزن الكاميرا في إيدك هتفرق معك جدا وبشكل عام الكاميرا السوني ZV-E10 تعتبر من أخف الكاميرات الكروب سنسور اللي ممكن تستخدمها خصوصا مع الكيت لانز اللي جاية معنا نيجي بقى لديزاين البادي الـ ZV-E10 عبارة عن مزيج ما بين الـ A6-400 والـ ZV-E10 سوني خدت حجم البادي ومونت العدسة من الـ A6-400 وخدت باقي ديزاين من الـ ZV-E10 وعملت الـ ZV-E10 تعالوا نبص على بادي الكاميرا ZV-E10 عن أول الهاند جريب للأسف نفس ديزاين الـ A6-400 وده بيخلي مسكة الكاميرا مش قلطف حاجة بس لازم تفتكر إن الكاميرا دي لتصوير الفيديو أولاً سواء عن طريق وضع الكاميرا على ترايبود أو إنك تصور نفسك في فيلوج عن طريق استخدام ميلي ترايبود أو حتى الشوتين جريب يعني من الآخر كده اللي هيشتري الكاميرا دي نادراً ما هيمسك الكاميرا من الهاند جريب عشان يصور بيها وبعدين في الآخر الهاند جريب مقبولة بس ما هيش أفضل حاجة على الهاند جريب من فوق هنلاقي زرار الشتر حواليه تريجر للتحكم في الزوم إحساس زرار الشتر ممتاز كما ينبغي أن يكون في كليك بسيط فاصل ما بين النص دوسة بتاعت الفوكس والدوسة الكاملة للتصوير وده بيخليك متأكد إنك دست الشتر للآخر ولقطت الصورة ولا لا أما التريجر بتاع الزوم اللي موجود حوالين زرار الشتر فده حكاية لوحده الكيت لانز اللي جاية مع الكاميرا عبارة عن باور زوم من 16 ل 50 ملي باور زوم يعني التحكم في رينج الزوم إلكتروني عن طريق الكاميرا نفسها فيه ثلاث أماكن تقدر تتحكم من خلالها في الزوم التريجر اللي حوالين زرار الشتر ورينج صغيرة على العدسة وكمان من الشوتنج ريب من خلال سوفتوير الكاميرا بتقدر تحدد سرعة الزوم في كل واحدة من الثلاثة على حدة يعني صباح التحكم والتفاصيل ممكن تخلي التريجر اللي حوالين زرار الشتر يحرك الزوم بسرعة وبعدين تخلي رينج العدسة تخلي حركة الزوم بطيئة وسينمائية وكمان تقدر تختار طبيعة الزوم نفسه بحيث يكون سرعة ثابتة أو متزايدة يعني عندك اختيارات كتير وطرق كتير في التحكم لو رجعنا تاني الكاميرا من قدام هنلاقي ان فيه تالي لايت موجودة تحت اسم سوني على طول ودي عبارة عن لاد بينور احمر خفيف لما تبدأ تسجيل الفيديو وبالتالي هتقدر تعرف لو الكاميرا بتسجيل فيديو ولا لا بمنتاز سهولة بمجرد ما تبص على الكاميرا ودي حاجة بسيطة جدا لكنها مفيدة جدا لكل الناس اللي بتصور نفسها فيديو بحيث تقدر تعرف بسهولة لو الكاميرا فصل التسجيل او لو انت نسيت اصلا تدوس على زرار التسجيل بعد كده هنلاقي مونت العدسة نفسه الاي مونت وهنخصص فيديو نتكلم فيه عن افضل العدسات اللي ممكن تستخدمها مع السوني زي في اي تاني سواء لو عايز تصور في استوديو منزلي او عايز تصور في لوجات في مكان خارجي بعد كده هنلاقي السنسور نفسه بحجم اي بي اس سي بكروب فاكتور 1.5 اكس بدقة 24.2 ميجا بيكسل لو انت مش فاهم يعني ايه كروب فاكتور انصحك تشوف الفيديو اللي شرحنا فيه الموضوع ده بالتفصيل هتلاقي لينك الفيديو تحت في الوصف وهنبقى نتكلم عن التفاصيل التقنية المتعلقة بالسنسور فيما بعد جنب الكاميرا من ناحية الهاند جريب ما فيهوش حاجة لكن في الهاند جريب من تحت هنلاقي باب تركيب البطارية وكارت الماموي والحمد لله الديزاين ده هنا بيسمح لك بفتح باب البطارية حتى مع تركيب الترايبود تليت الكاميرا هنا بتاخد البطارية W بحجم 1020 ميلي امبير وهي بصراحة مش قوية قوي خصوصا لو هتصور 4K الكاميرا بتاخد كارت ماموري بحجم SSD العادي من فئة UHS-1 واي كارت مكتوب عليه V30 هيكون مناسب جدا لتصوير الفيديو بأعلى جودة ولو عايز تعرف اكتر عن كروت الماموري وانواعها هتلاقي لينك الفيديو تحت في الوصف لو بصينا على الجنب التاني من الكاميرا هنلاقي مكان المداخل والوصلات من فوق خالص هنلاقي باب رخم ورا مكان تركيب مايك خارجي وتحتي باب تاني ورا باقي المنافذ في الاول هنلاقي منفذ USB-C وده ممتاز جدا تحتي منفذ Micro HDMI وغالبا اللي هيشتري كاميرا في الفئة دي مش هيستخدمها اصلا وتحت خالص هنلاقي منفذ تركيب سماعات عشان تقدر تراقب الصوت اثناء تصوير الفيديو تعالوا بقى ناخد فصل بسيط عن الكلام عن ديزاين البادي عشان نتعرف على مميزات وجود منفذ USB-C في الزيفي اي تان معاكس الكاميرات القديمة اللي فيها منفذ Micro USB زي الـ A6400 اولا وزي ما قولنا قبل كده الكاميرا مش بيجي معاها شاحن خارجي للبطارية وده معناه انك لازم تشحن البطارية اثناء وجودها في الكاميرا وده نفس حال الكاميرا سوني A6400 لكن الفرق الجوهري هنا هو ان في منفذ USB-C وده بيسمحلك بالشحن السريع وبالتالي هتقدر تشحن البطارية وهي داخل الكاميرا لكن في وقت اسرع بكتير ثانيا منفذ USB-C بيسمحلك بتوصيل الكاميرا بالشاحن واستخدام الكاميرا على وضع الـ Power Delivery بدون ما الكاميرا تسحب اي طاقة من البطارية وده لان منفذ USB-C بيسمح بمرور كمية طاقة اكبر بكتير من المايكرو USB اللي موجودة في الـ A6400 الكاميرا سوني A6400 كانت بتشتغل برضو اثناء توصيلها بالشاحن عن طريق المايكرو USB لكن ده كان بيخلي البطارية تنقص بشكل ابطأ بدلا من تشغيل الكاميرا بشكل دائم من غير الاعتماد على البطارية زي ما بنلاقي هنا في الـ ZV-E10 ثالثا عن طريق منفذ USB-C هتقدر توصل الكاميرا سوني ZV-E10 بالكمبيوتر طبعا بسبب الـ USB-C نقل الملفات هيكون اسرع بكتير لكن فيه هنا ميزة هامة جدا لما تيجي توصل الكاميرا بالكمبيوتر هيظهر لك اختيارات من ضمنها استخدام الكاميرا في Live Streaming وبالتالي هتقدر تستخدم ZV-E10 كأنها ويب كام بشكل مباشر بدون اي تعريفات او برامج زيادة الخاصية دي ممتازة جدا هتخليك تحصل على جودة خرافية في البث المباشر بتاعك افضل من اي جودة ممكن تحصل عليها من اي ويب كام اخر يبقى فكرة انتقال كاميرات سوني من استخدام Micro USB لمنفذ USB-C تعتبر نقلة ثورية جدا مش حاجة بسيطة وتعتبر من اهم اسباب تفضيل الكاميرات الجديدة على الكاميرات القديمة نرجع تاني الكلام عن ديزاين الباضي لو بصينا على ظهر الكاميرا هنلاقي واحدة من اهم مميزات ZV-E10 وهي وجود الشاشة Flip Out Screen اللي تقدر تلفها وتحركها زي ما انت عايز ودي شاشة مناسبة جدا للناس اللي بتصور نفسها من اليوتيوبرز والفلوجرز والناس اللي عارفة كاميرات سوني هتبقى عارفة ان ZV-E10 من اوائل كاميرات سوني اللي فيها ديزاين الشاشة ده رغم ان كانون بتستخدم نفس هذا الديزاين منذ فجر التاريخ تقريبا الشاشة هنا حجمها تلاتة بوصة بدقة 921 ألف نقطة يعني دقة مش عالية قوي لكنها مقبولة ومناسبة لتصوير الفيديو العادي العيب الوحيد للأسف ان الشاشة مفيهاش خاصية التحكم في الكاميرا عن طريق اللمس مفيهاش غير تحديد نقطة الفوكس باللمس او مكان التراكينج باللمس على يمين الشاشة هنلاقي باقي زرائر التحكم في الكاميرا وطبعا بسبب حجم الكاميرا الصغير الزرائر هي كمان عددها قليل لكنها تعتبر كافية جدا خصوصا لتصوير الفيديو اهم حاجة هي الديل اللي فيها زرار في النص بتقدر تلفها علشان تغير اعدادات التصوير وهي نفسها عبارة عن اربع زرائر فوق وتحت ويمين وشمال من فوق هنلاقي مكان تركيب فلاش خارجي واللي اغلب الناس هتستخدمه لتركيب مايك شوتجن وتقدر تستخدمه في تركيب مايكات سوني الجديدة الحلوة جدا والغالية جدا واللي مش بتحتاج توصيل لمكان المايك الخارجي وبتستخدم الكوننكتور نفسه اللي موجود في مكان تركيب الفلاش الخارجي للاتصال بالكاميرا بشكل ديجيتال مباشر على اليمين هنلاقي ديزاين جديد للمايك الداخل للكاميرا هو نفس الديزاين اللي موجود في السوني zv1 واللي هنجربه بعدين علشان نشوف مدى جودته على يمينه هنلاقي السويتش فتح وقفل الكاميرا تحتيه زرار التحويل ما بين انظمة التصوير الفوتو والفيديو والسلو موشن جنبيهم زرار احمر مخصوص لتسجيل الفيديو وجنبيه زرار تقدر تحدد وظيفته زي ما انت عايز واللي بيكون متبرمج بشكل تلقائي علشان ينقلك على اوسع فتحة عدسة عشان تقدر تحصل على خلفية بلوري سينمائية جميلة بسرعة وسهولة تحت شوية هنلاقي دايل لتغيير اعدادات التصوير وطبعا فوق خالص زرار الشاتر اللي تكلمنا عنه قبل كده بكده نكون خلصنا الكلام عن ديزاين البادي نيجي بقى المواصفات الكاميرا في تصوير الفوتو والفيديو وطبعا اهم حاجة بتحدد المواصفات دي هي السنسور والبروسيسور وحنبدأ الاول بالسنسور وحابي بقول شوية كلام كده ياريت الناس تستوعبه كويس السنسور دا قديم بكل المقاييس خصوصا اننا بنتكلم عن كاميرا من اصدار 2021 والصوني ما عملتش تحديث لسنسور كاميراتها الكروب الا الشهر اللي فات في الكاميرا الصوني fx30 من فئة السينم لكن في حاجة مهمة جدا لازم تبقى فاهمها كويس قوي السنسور دا قديم اه لكن بالنسبة الكاميرات الصوني نفسها اما بالنسبة الكاميرات المنافسين فامكانياتها تعتبر عالية جدا نيجي بقى الاداء الكاميرا في تصوير الفوتو اولا كده وبالرغم من ان الكاميرا مخصوصة اصلا لتصوير الفيديو الا انها تعتبر كاميرا ممتازة لتصوير الفوتو مع الاخذ في الاعتبار ان الكاميرا مفيهاش وده معناه انك هتعتمد بشكل اساسي في التصوير على الفليب سكرين وده بيخلي فيه صعوبة شوية في تحديد الاكسبوجر خصوصا لو بتصور في مكان خارجي في اضاءة الشمس العالية لكن مع شوية تعود ورفع درجة سطوع الشاشة هتقدر تحصل على نتائج ممتازة زي ما قلنا من شوية السنسور بحجم APS-C وده حجم سنسور اكبر بكتير من اللي موجود في كاميرات الموبايل السنسور بدقة 24 ميجا بيكسل وده معناه ان حجم الصور او الريزليوشن يعتبر ممتاز بشكل عام اداء السنسور يعتبر كويس جدا وهتحصل على دايناميك رينج عالي في الصور وطبعا الاوتوفوكس ممتاز ودقيق والكاميرا بتقدر تتعرف على الوجه والعين بشكل ممتاز وكمان فيه اوتوفوكس خاص بالتعرف على الحيوانات في الآخر لازم تفتكر انك بتستخدم كاميرا فيها نفس السنسور والبروسيسور اللي موجودين في الكاميرا السوني A6600 ودي لحد الشهر اللي فات كانت الفلاج شيب في كاميرات السوني الكروب سنسور يعني هتحصل على نفس الجودة سواء في الفوتو او الفيديو وده طبعا قبل ما سوني تعلن عن الكاميرا السوني FX30 يعني باختصار لما تحتاج تصور فوتو هتلاقي ان الكاميرا مش هتأثر معاك في حاجة وهتحصل على صور ممتازة زيها زي اي كاميرا التصوير فوتو احترافية نيجي بقى للكلام الاهم مواصفات الكاميرا ZVE10 في تصوير الفيديو لان الكاميرا دي موجهة اصلا لصناع المحتوى المرئي او زي ما بيقولوا بالانجليزي الـ Content Creators نفتكر مرة تانية ان السنسور هنا بدقة 24 ميجا بيكسل يعني سنسور برزيليوشن 6K بس الكاميرا مش بتصور غير فيديو فول اتش دي او 4K بالكتير طب ايه فايدة ان يكون عندي سنسور 6K الفايدة هي انك هتحصل على فيديو oversampled من 6K يعني باختصار الكاميرا بتاخد تفاصيل فيديو بحجم 6K لكن بتحفظ التفاصيل دي كلها في قالب فيديو بحجم 4K او فول اتش دي وده معناه انك هتحصل على فيديو شارب اكتر ومليان تفاصيل كتير الكاميرا بتصور فول اتش دي من اول سرعة 24 لحد 60 فريم في الثانية باستخدام السنسور بالكامل من غير اي كراب ولو عايز تصور سوبر سلو موشن فول اتش دي هتقدر تصور لحد 120 فريم في الثانية لكن مع وجود كراب بسيط على السنسور بمعنى ان الكادر مساحته هتقل شوية والكاميرا هتستخدم جزء اقل من السنسور فوق ده كله الكاميرا بتصور 4K بسرعة 24 فريم في الثانية باستخدام السنسور بالكامل بدون اي كراب وتقدر كمان تصور 4K بسرعة 30 فريم في الثانية لكن مع وجود كراب بسيط جدا على السنسور يعنى زى ما قولنا مساحة الكادر هتقل شوية والكاميرا هتستخدم جزء اقل من السنسور مع كل اللي فاد ده كاميرات سوني بشكل عام بتتميز بانها مش بتأثر معك في حاجة من ناحية الامكانيات الاحترافية اللي موجودة في السوفتوير هتلاقي عندك الفوكس بيكينج وهتلاقي عندك الزيبراز وهتلاقي قدرة على التحكم الدقيق جدا في طريق التصرف الاوتوفوكس وكمان انماط الصور او البيكتشر بروفايلز المختلفة والاحترافية زى الاس لغ 2 والاتش ال جي واللي بتخليك تحصل على اعلى دايناميك رينج في الفيديو الكلام ده كله هنبقى نشرحه بالتفصيل في الفيديو التالي اللي هنتكلم فيه عن استخدام السوني ZV-E10 في تصوير الفيديو في ستوديو يوتيوب منزلي انا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو لكن احنا لسه هنكمل كلامنا على الكاميرا السوني ZV-E10 في فيديوهات قادمة باذن الله حابب اختم الفيديو باني اقول ان اختيار ZV-E10 كأداء لصناعة المحتوى المرئي او تصوير الفيديو يعتبر اختيار موفق جدا لان الكاميرا هتديلك نتائج ممتازة جدا سواء هتستخدمها في ستوديو يوتيوب منزلي او حتى لو هتستخدمها في تصوير الفلوجات في اماكن خارجية لو انت معاك الكاميرا سوني ZV-E10 او بتفكر تشتريها عشان تستخدمها في تصوير الفيديو او صناعة المحتوى المرئي لازم تبقى عارف ان الكاميرا دي زيها زي كاميرات سوني بشكل عام تعتبر كاميرا احترافية فيها تفاصيل كتير التفاصيل دي تستحق منك انك تخصص من وقتك عشان تذاكر كاميرتك كويس وإلا فما فيش داعي انك تصرف فلوسك على كاميرا احترافية مادومت مش هتستخدم الامكانيات الاحترافية اللي موجودة فيها والأفضل انك تشتري موبايل عادي فلاكشيب تصور بيو خلاص مادومت قررت انك تشتري كاميرا احترافية زي ZV-E10 يبقى لازم تذاكر الكاميرا بتاعتك كويس قوي تعرف كل امكانياتها وتتعرف على حدودها وتعرف ازاي تظبط كل اعداداتها بالشكل اللي يناسب طبيعة التصوير اللي انت عايزه عشان تقدر في النهاية تحصل منها على اعلى جودة ممكنة وتحس ان فيه فعلا تطوير وفارق كبير ما بين استخدام كاميرا احترافية او مجرد التصوير بموبايل انتظروا الفيديو القادم اللي هنتكلم فيه عن العدسات وعن استخدام الكاميرا سوني ZV-E10 في تصوير الفيديو في ستوديو يوتيوب منزلي وايه هي افضل اعدادات تديلك اعلى جودة فيديو لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وما تنساش تعمل شير للفيديو مع اصحابك وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان تتابع كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة